في تجاوب غير مباشر مع مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أصدر أمير قطر مرسوماً أميرياً يقضي بتعديل مواد من قانون مكافحة الإرهاب تعديل القانون القطري يتضمن تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكينات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك استحيات نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكينات الإرهابية كما تضمن تحديد إجراءات إدراج الأفراد والكينات في كل من القائمتين ورأى مراقبون أن هذا التعديل يعد اعترافاً ضمنياً بالثغرات الكبيرة التي يتخلى لها القانون القطري والتي تسمح لممولي الإرهاب في قطر من استغلال النظام القانوني الركيك لتمويل المتطرفين في الكثير من دول المنطقة مشيرين إلى أن تغيير القانون لن يكون كافياً لإيقاف دعم قطر للإرهاب ترجمة نانسي قنقر